السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكو يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. نهاردة هنعمل مع بعض مشروع زي ما هو واضح كده من الخامات بتاعتنا هنعمل مع بعض شنطة. تمام? وبرضو زي ما هو واضح ان احنا نعمل بخية مكرمية قطن. ودي اول مرة هشتغل بيه معاكم. الشنطة دي ترندي قوي اليومين دول ومطلوبة جدا هي سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة خالص خالص ما فيهاش شغل نهائي يعني فعلا فعلا حرفية ما فيهاش شغل. الشنطة ما فيهاش شغل خالص وبسيطة جدا بس هي شيك اوي سيمبل وزريف. مش هطول عليكم كل اللي هنحتاجه اي نوع خيط عندك ينفع للشنطة. مكرمية قطن. مكرمية البلاش المكرمية العادي علشان ما يبقاش واقف الشنطة دي المفروض ما تبقاش وقفة كده هنشوفها مع بعض. هي اصلا معمولة بخيط قطن مش بمكرمية قطن. يعني انا عملتها هنا اهو ببرلنطة على فتلتين. اهي هي اصلا الشنطة بتبقى فلافي. يعني مش مش واقفة. تمام? فاي خيط عندك يكون مش واقف. الايطان كمان ينفع بس برضو هترخي ايديكي شوية وانشغلاه. آآ المكرمية القطن. وزي ما انا قلت لكم البرلنطة ممكن تعملي ببرلنطة ميجوز. ورقة البرلنطة اهي. ماشي. الخدة حلوة جدا في الشنط. آآ ممكن تعمليها كمان بديفا بلس ميجوز. انتي ولا عندك براحتك. اي نوع خيط وترخي ايديكي فيها يمفع ان شاء الله. هشتغل بالمكرمية القطن بابرة اربعة. بابرة مقاس اربعة. هنحتاج معاها حلقات سهلة الفتح. طبعا كلين عارفين. هلقيت سهلة الفتح. حلقتين الشنطة بتاخد حلقتين. الخمات دي يا جماعة انا جايباهم من جروب فاتفوتا. عمان? بالطقم دول كزا طقم. الطقم بيبقى عبارة عنه. في الايد دي. وراكب فيها الحلقات بتاعتها. الايد دي. والشارشوبة. الشارشوبة عبارة عن شارشوبتين. واحدة قصيرة وواحدة قطول. طبعا كده الطقم انتو عرفتوه. اهي. وبرضو الشارشوبة جاية بالحلقة بتاعتها شكلها جميلة ازاي? بس هو بس كده. يعني بنحتاج الطق. الخيط. الابرة. مقص. وابرة تنظيف. وحلقات بتاعتك اللي هي سهلة الفتح. تمام? بس كده هي كل الخمات اللي احنا محتاجينها. هنسمي بالله ونبتدي مع بعض الشنطة. هنعملها في حاجة حابة اشرحها الاول. انتي مش هتقيدي نفسك بعدد السلاسل اللي انا هعملها. عدد الغرزة اللي هتتعمل. لا. احنا هنعمل الاعدة مقصها تلاتين سنتي. طيب عشان اطلع الاعدة مقصها تلاتين سنتي. وعرضها عشرة سنتي. يعني الطول بتاع الاعدة هيبقى تلاتين سنتي. والعرضة عشرة سنتي. طيب عشان اعمل كده هبتدي البداية تبقى كام سلسلة. لا مش هتبقى كام سلسلة. هنقولها تبقى كام سنتي. هنطرح العشرة من التلاتين. وده هتقيسيها على اي اعدة بيضاوي انت حابة اعمليها يعني مثلا لو انا حاب اعمل الاعدة 25 عرضها وطولها قصدي 25 وعرضها مثلا 10 هطرح العشرة من ال 25 ماشي هيتبقى 15 يبقى هابتدي بالسلسلة مقاسها 15 سنتي تمام انا دلوقتي هعمل الاعدة 20 في 10 يبقى هطرح 30 في 10 يبقى هطرح ايه هطرح العشرة من التلاتين هيتفضل معي 20 يعني هعمل بدايتي 20 سنتي هنشوفها مع بعض عملي دي هتعمليها في اي نوع خيط فهيطلع طبعا عدد السلاسل مختلف لكن المقاس بالمزورة مظبوط هنبتدي باسم الله بخيط المكرمية القطن بخيط المكرمية القطن اهو وزي ما قلنا بابرة 4 هنعمل عدد سلاسل عادي جدا كده من غير من عد دي غرزة البداية او عقدة البداية هنعمل عدد سلاسل زي ما قلنا مجموعهم او او طول الكتعة بتاعت السلاسل دي طول الكتعة بتاعت السلاسل دي هنعملها طولها عشرين سنتي زي ما قلنا هنعايزين القعدة تلاتين في عشرة هنشيل هنطرح العشرة من التلاتين يتبقى معانا عشرين سنتي هنعمل نعملها ونقيس كتعة السلسلة وهي بنات وهنقصها مع بعض ما تشديش تمام ما تشديش هي ايه عايزة سلسلة واحدة كمان عشان عندي كده ايه ساعتاشر ونص هي عايزة سلسلة واحدة بس كمان علشان تبقى عشرين سنتي تمام اهي كده عشرين سنتي معي يعني انا عامل قطعة السلسلة دي عشرين سنتي طيب انتي ممكن تعمليها باي خط تاني هتعملي برضو اي عدد سلاسل ما لكيش دعوة بالعدد اي عدد سلاسل بس هتبقى طولها كده زي ما احنا قسنا بالمزورة عشرين سنتي تمام بعد كده هعمل ايه اول غرزة دي ماشي اهو انا بدخل فيها بعمل سلسلة الاول واول غرزة اللي هي بعد بسيب غرزة بعد السلسلة بدخل في تاني واحدة وبعمل غرزة حشو هعمل في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو اهو كل غرزة غرزة حشو هغلص هخلص كده لانهية السطر كل غرزة غرزة حشو معاه ده اخر غرزة يعني هخلص في كل دور في كل غرزة غرزة لغاية نهاية السطر ونرجع مع بعض ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه وهي بناية بعد ما اشتغلت في كل غرزة غرزة حشو هاجي في الغرزة الاخيرة هنا وهعمل فيها تلات غرز مش واحدة لا تلاتة ايه دي اول واحدة في نفس الغرز ايه دي اول واحدة وايه دي تاني واحدة وايه دي التالتة اشتغلي على الحتة دي علشان نخفيها تلات غرزة كده اشتغلت هنا علشان اخد الكرف ده تلات غرز هعلم الاولى منهم بالعلامة وهعلم التانية اه لا التالتة قصدي يعني انا هعلم الاولى والاخيرة انا عملت تلات غرز هنقرب اه الاولى سبنا اللي في النص ونعلم الاخيرة برضو بعلامة تمام كده والشغل كده لف معي اهو للجهة المقابلة هشتغل بقى في كل غرزة غرزة حشو واحدة في كل غرزة غرزة لغاية ماوصل لاخر غرزة في السطر هشتغل هنا في الجهة المقابلة دي اهي كل غرزة غرزة لغاية ماوصل لاخر غرزة هنا ونرجع ان شاء الله مع بعض تاني اشتغلت هيا بنات في الجهة المقابلة هيا في كل غرزة غرزة حشو لغاية ماوصلنا للغرزة الاخيرة اهي هعمل ايه في الغرزة الاخيرة هشتغل فيها تلاتة زي ما اشتغلت هنا في الغرزة الاخيرة اللي هنا هشتغل هنا في الغرزة الاخيرة برضو تلات غرز حشو ايه دي واحد وهنعلمهم برضو هنعلم الاولى والاخيرة الاولى هي اشتغلتها هعلمها نشم والتانية والتاختة تمام والتالتة برضو هعلم هدخل بس اعمل اول الغرزة بعد كده هشتغل في كل غرزة غرزة لغاية العلامة هعمل بس كده ايه الغرزة دي وانا اعملت هنا العلامة في الغرزة الاولى سبنا التانية وعلمنا التالتة ليه دول اللي علمناهم بالذات لان التزايدات هتبقى في الغرز دي مش في الغرزة التانية اللي فيهم العلامة لأيبقوا في الثلاثة دول فعلمنا اولهم واخيرهم وهنفضل دايما معلمين غرز التزايد اولها واخيرها هنيجي بقى ايه نشتغل في كل غرزة غرزة حشو عادي خالص اه في كل غرزة غرزة حشو كده عادي عاية الغاية ماوصل للعلامة دي ونرجع ان شاء الله تاني اول ما نوصلها وصلت هنا هوا جيت عند غرزة العلامة هعمل ايه هشيل العلامة اول علامة هشيلها واعمل مكانها غرزتين حشو هنعمل تزايد في كل غرزة من التالتة تزايد يعني ايه يعني في المكان ده هعمل غرزتين بدل واحدة ايه دي واحدة وايه دي التانية طيب هحط العلامة فين هحط العلامة في اول غرزة من الغرزتين يعني انا عملتوا غرزتين هون هحط العلامة هنا ايه دي تزايد في الغرزة اللي اولا منها اهي واللي بعدها دي هعمل فيها برضو غرزتين ايه دي واحدة ايه دي التانية طيب والتالتة برضو هعمل فيها هفكها واعمل فيها غرزتان انا دي واحد حشو وادي الغرزة التانية برضو حشو تمام كده وهعلم الاخيرة يبا انا كده بعلم دايما كل دور بعلم فيه في الغرز بتاعت التزايد بتوعي الاولى وادي الاخيرة تمام يبا انا علمت دي سانة عشان بخرج من الكادر بسبب ايه ان انا مقربا مشي علمت الاولى والاخيرة كده عملت في الثلاث غرز اللي كانوا عندي هنا عملت في كل واحدة اتنين اصبح دول بقم ست غرز معلمة الاولى والستزا بعد كده هكمل في كل غرزة غرزة حشو في كل غرزة غرزة حشو والغاية ماوصل للجهة المقابلة يعني هنا هشتغل في كل غرزة هنا غرزة حشو والغاية ماوصل للجهة المقابلة هنا اوصل للعلامة الخضراء دي تمام? هخلص ونرجع ان شاء الله. وصلت اهو يا بنات لنهاية الدور. بشيل العلامة الخضرة. وصلت للغرزة بتاعتها. بشيلها واعمل مكانها زي ما عملنا الناحية التانية. هعمل مكانها غرزتين حشو. ايدي واحد. في نفس الغرزة. ايدي اتنين. وبعلم الغرزة الاولى. علمي عشان ما تتلخبطيش. واللي بعدها هعمل فيها برضو اتنين حشو. اتنين حشو. واللي فيها العلامة الاخيرة بشيلها واعمل فيها برضو. اتنين حشو. وبعمل ايه? بعلم الغرزة الاخيرة. زي ما اتفقنا ان احنا بنعلم الغرزة الاولى والاخيرة من السطر. ايدي الاولى متعلمها فانعلم الغرزة الاخيرة. وكده الدور ده خلص. هنبتدي الدور الاول. وايدي? الغرزة الاولى. الدور اللي بعده قصدي هنبتدي وادي الغرزة الاولى فيه. هشتغل برضو في كل غرزة غرزة حشو لغاية اهو في كل غرزة. غرزة حشو لغاية هشتغل فيه لغاية العلامة الزرقة دي اللبن دي. ونرجع مع بعض ان شاء الله. في كل غرزة غرزة حشو ونرجع. وصلت اهو يا بنات للغرزة العلامة بشيلها. وهعمل فيها برضو غرزتين حشو. دي واحد. وايدي اتنين. وهعلم الغرزة الاولى برضو كالعادة. في السطر بنعلم الغرزة الاولى. مش. واللي بعدها هيبقى ايه? غرزة واحدة بس. اهو غرزة واحدة بس. واللي بعدها غرزتين. اللي بعدها هنا اهنا اتنين. ايه دي واحد. وايدي التانية. طيب. واللي بعدها غرزة واحدة. احنا بنعمل كده تزايد بعد واحدة. يعني واحدة حشو واللي بعدها تزايد. اللي بعدها هنا تزايد. تزايد يعني اتنين في نفس الغرزة. ادي واحدة وايدي التانية. كده عملنا هنا اتنين يبقى الاخيرة هنا هنعمل غرزة واحدة هنشيل العلامة ونعمل غرزة واحدة ونحط فيها العلامة تمام بعد كده بنشتغل في كل غرزة غرزة حشو هتقابلني كل غرزة غرزة واحدة اهو كل غرزة غرزة واحدة لغاية موصل يعني هنا اشتغل في كل غرزة غرزة حشو لغاية موصل للعلامة دي ونرجع مع بعض ان شاء الله نقول تكمل باللون الغامق علشان خاطر الخلفية عندي بيضو وصلنا هنا للعلامة اللي قلنا ننشيلها وصلنا لعلامة الخضراء دي هنشيلها وهنعمل مكانها ايه غرزتين حشو برضو دي واحد وادي اتنين وهنعلم الغرزة الاولى زي ما قلنا كل مرة احنا عملنا هنا غرزتين هنعلم الاولى ماشي اللي بعدها هتبقى فيها غرزة حشو واحدة واللي بعدها تزايد يعني اتنين في نفس الغرزة ناحت ايه دي التاني اللي بعدها غرزة واحدة اللي بعدها تزايد غرزتين في نفس الغرزة والغرزة الاخيرة دي هنعملها غرزة حشو واحدة ونحط فيها العلامة انا هنعمل فيها غرزة واحدة. ونحط فيها العلامة. تمام كده? بعد كده هنشتغل في كل غرزة هتقابلنا غرزة حشو. زي كل مرة. شغلنا كله بين العلامات او في العلامات. هشتغل في كل غرزة. غرزة حشو هتقابلني لغاية ما وصل للعلامة دي. ونرجع ان شاء الله مع بعض. وصلت يا بنات لغرزة العلامة. هعمل ايه? هشيل العلامة واعمل مكانها غرزتين. غرزتين حشو. وهعلم الاولى. ادي واحد. التانية معها في نفس الغرزة. وهعلم الاولى. الغرزة اللي بعدها هعمل ايه? هعمل غرزة حشو واحدة. واللي بعدها برضو غرزة حشو واحدة. اللي بعدها بقى هتبقى ايه? هتبقى التزايد. غرزتين في نفس الغرزة. يعني هنا التزايد بنعمله بعد غرزتين. نيشي? عملنا غرزة تزايد. بعد كده بنعمل غرزة حشو واحدة. واللي بعدها برضو واحدة. اللي بعدها تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس الغرزة. وبعدين اللي بعدها بنعمل حشو واحدة. والاخيرة برضو هنشيل ونعمل حشو واحدة. تمام? ونعلمها. بعد كده بشتغل غرزة حشو. في كل غرزة هتقابلني. هشتغل في كل غرزة غرزة لغاية ما وصل للعلامة دي. ونرجع مع بعض. وصلت يا بنات للغرزة العلامة. هشيل الغرزة. وهعمل مكانها غرزتين حشو. مكان الغرزة اهي. هدخل واعمل غرزتين حشو. ادي واحد. وادي التانية. وهعلم برضو الاولى. بعد كده بعمل غرزة حشو عادية. واحدة. وفي اللي بعدها. غرزة واحدة. وبعدين تزايد. هنعمل زي ما قلنا في الناحية التانية. تزايد بعد غرزتين. يعني غرزة تزايد وبعدين غرزتين حشو عادية. وبعدين غرزة تزايد. نجي هنا هنعمل غرزة. غرزة اللي عليها تدور غرزة حشو واحدة. واللي بعدها غرزة حشو واحدة. واللي عليها تدور تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس الغرزة. واحد. اه دي اتنين. وبعدين. اللي عليها تدور غرزة حشو واحدة. وغرزة العلامة برضو. غرزة حشو واحدة. ونعلمها. تمام? ونكمل بقى في كل غرزة هتقابلنا. غرزة حشو واحدة. في كل غرزة هتقابلنا. لغاية ما نوصل. هنا في كل غرزة. في كل غرزة. غرزة واحدة لغاية ما نوصل للعلامة دي ونشيلها ونشوف هنعمل ايه? وصلت يا بنات لغرزة العلامة هشيلها. واعمل فيها غرزتين حشو. ايه دي واحدة. وايه دي التانية في نفس الغرزة. ونعلم الغرزة الاولى فيها. تمام? بعد كده هعمل تلات غرز حشو. ايه دي? غرزة حشو. واللي بعدها غرزة حشو. واللي بعدها غرزة حشو. كده عملنا تلاتة. وبعدين اللي بعدهم هنعمل فيها ايه? هنعمل فيها تزايد. غرزتين في نفس الغرزة. وبعد كده نعمل برضو تلات غرز حشو. ايه دي? هنا غرزة. وايه اللي بعدها? الغرزة التانية. وايه اللي بعدها التالتة? طيب. بعدين اللي بعدهم هنعمل فيها تزايد. تزايد اللي هو غرزتين في نفس الغرزة. وبعدين الثلاث غرز الاخارة دول هنعمل في كل غرزة غرزة. هو متبقي معانا تلات غرز. ايه دي غرزة. واللي بعدها غرزة. والاخيرة اللي فيها العلامة هنشلها. ونعمل غرزة. ونعلمها. تمام? وبعد كده زي كل سطر هنعمل غرزة حشو في كل غرزة. كل غرزة. فيها غرزة لغاية ما نوصل للعلامة دي. ونرجع مع بعض ان شاء الله. وصلت هيا بنات لغرزة العلامة. هشلها. واعمل مكانها غرزتين حشو. خلاص حفظنا بنعلم الاول. بعد كده بعمل اعمل تلات تلات غرز حشو زي ما عملنا الناحية دي. يعني ايه دي? هنا غرزة. وايه اللي بعدها غرزة? الغرزة التالتة هنا غرزة. وبعدين بعدها الغرزة اللي بعدها تزايد. يعني اتنين حشو في نفس الغرزة. طيب. وبعدين برضو تلات غرز. ايه دي واحد? ايه دي التانية اللي بعدها? والتالتة اللي بعدها. وبعدين غرزة تزايد. هيتبقى معينا في السطر او في الحتة دي تلات غرز. بنعمل في كل غرزة. غرزة وبردو بنعلم الغرزة الاخيرة. الاخيرة عملتها. واعلمها. بعد كده هشتغل غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني. في كل غرزة غرزة اللي غاية ماوصل للعلامة دي. ونرجع مع بعض ان شاء الله. وصلت لغرزة العلامة. طبعا كده بقينا عارفين التزايد ماشي ازاي? هنعمل في غرزة العلامة. تزايد او غرزتين. اتنين وبنعلم الاولى زي كل مرة. اهو. علمنا الاولى. تمام? بعد كده هعمل اربع غرز حشو. ايه دي? واحد. اتنين. تلاتة. اربع. بعد كده في الغرزة اللي بعدها هعمل ايه? هعمل تزايد. اتنين حشو في نفس الغرزة. وبعدين اربع غرز حشو. ايدي واحد. اتنين. تلاتة. اربع. وبعدين اللي بعدها هعمل فيها تزايد. وبعدين هيتبقى معي في السطر اربع غرز حشو. هعمل في كل غرزة غرزة. ثلاثة. الاخيرة اللي فيها العلامة هي. الربع. وهعلمها. بعد كده هشتغل في كل غرزة. اهه. غرزة حشو هاحدة. في كل غرزة. غرزة. لنهاية الدور هنا. ونرجع مع بعض. وصلت يا بنات لغرزة العلامة. هشلها. واعمل فيها غرزة تزايد. او غرزتين حشو. ايه هي. دي واحدة. ايه دي التانية. وبنعلم الغرزة اللي اولى كالعادة. بعد كده هشتغل اربع غرزة حشو. زي ما عملنا الناحية التانية. دي واحد. اتنين. تلاتة. اربع. بعد كده اللي بعدهم بعملها غرزة تزايد. وبعدين بعمل اربع غرز حشوتين. هادي واحد. اتنين. تلاتة. اربع. بعد كده بعمل غرزة تزايد. هيتبقى معايا. في الدور. اربع غرز حشو. هعمل في كل غرزة غرزة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. وغرزة العلامة بشيلها واعملوا الربح. ونركب الغرزة. نركب العلامة. وبرجع اشتغل بقى. في كل غرزة. هتقابلني. غرزة حشو. لغاية العلامة اللي عليه. هتدور. اهو. في كل غرزة. غرزة حشو لغاية ماوصل للعلامة دي. طيب. ما نقيس كده. نشوف. احنا وصلنا للمقاس اللي احنا عاوزينه. ولا لأ. احنا لسه ستة وعشرين سنتي. احنا لسه عايزينها تلاتين سنتي. العرض معينا. تمانية سنتي لسه. ماشي. هنخلص في كل غرزة. غرزة حشو لغاية العلامة دي. ونرجع مع بعض ان شاء الله. وصلنا لغرزة العلامة. وزي كل سطر بنشيلها ونعمل مكانها اتنين. في نفس الغرزة. هدي غرزة. ايدي التانية في نفس الغرزة. ونعلم الاول. بعد كده بعمل خمس غرز حشو. ايدي? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. الغرزة السادسة هنعمل فيها تزايد. يعني اتنين في نفس الغرزة. وبعدين تاني خمس غرز حشو. ايدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. فريدي انت شغالة بخيط ادخن من كده. هتبص يتلاقي نفسك عدد الاسطر بتاعتك اقل من الاسطر دي. عدد الاسطر عندي هنا مش مقياس. انت بتقيسي. وعلى ما تيجي المقاس عندك بتكوني خلاص كده انت وصلتي للمقاس المطلوب. ادي غرزة تزايد. بعد كده بعمل خمس غرز حشو. هم اخر خمسة في السطر. ادي واحد. مش خاخر خمسة في السطر اخر خمسة هنا لغاية العلامة يعني. اتنين. تلاتة. اربعة. الخمسة هي غرزة العلامة بشيلها واعمل مكانها. غرزة وركب العلامة. تمام كده? بعد كده في كل غرزة هتقابلنا. بصوا كده. في كل غرزة هتقابلنا هنعمل غرزة حشو واحدة. اهو. غرزة واحدة. اهو. لنهاية الدور اللي هو ايه? لنهاية لغاية العلامة. يعني هنا كل غرزة غرزة حشو لغاية ماوصل للعلامة دي ونرجعها مع بعض. وصلنا لغرزة العلامة هنشيلها ونعمل برضو فيها غرزة تزايد. ونعلم الغرزة الاولى. وبعدين نعمل خمسة حشو تزايد زي المرة اللي فاتت. هذه واحد. اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. وبعدين تزايد. وبعدين كمان خمسة حشو. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وبعدين غرزة تزايد. وبعدين خمسة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. والاخيرة الخمسة. تمام كده? كده الدور ده خلص. طيب بتقيسي وتشوفي. المقاس بتاعك مظبوط ولا لا. فرضنا حبيت تكبري عن كده. يبقى ايه? هنمشي بنفس التسلسل. هنوصل للعلامة ونعمل غرزة تزايد وبعدين ستة حشو تزايد. ستة حشو تزايد ستة حشو. النحيا دي والنحيا دي. هتكبري اكتر. يبقى سبعة حشو تزايد. هو ده اللي بنفضل ماشيين به لغاية ما نوصل للدور او للمقاس اللي احنا عاوزين. وهنقيس كده. انا كده سبعة وعشرين سنتي. طول عرض تسعة سنتي. يبقى انا هعمل دور واحد كمان اللي هو ايه? هكمل غرزة حشو هنا لغاية العلامة دي. وبعدين هعمل غرزة تزايد هنا في اول علامة واعلم زيه كل مرة ما بنعمل. وبعدين ستة حشو تزايد ستة حشو تزايد ستة حشو. وبعدين اعمل كل الغرز حشو لغاية ما وصل هنا اعمل تزايد. وبعدين ستة حشو تزايد ستة حشو تزايد ستة حشو. وبعدين اعمل حشو خالص لغاية ما وصل للعلامة دي. مشي? او خلص مش هتبقى محتاجين العلامة يعني. هخلص اللي انا قلته ده الدور اللي هو فيه ستة حشو تزايد. هخلصه ونرجع مع بعض. هشتغلوا بقى ايه? انا يعني شرحت موضوع التزايد ده اكتر من مرة فخلص بقى سهل بالنسبة لكم. انا هشتغل دلوقتي ستة حشو تزايد ونرجع مع بعض ان شاء الله. كده خلصة اهو خلصت يا بنات. ماشي? هنقسها مع بعض. اهو تلاتين صمتي. ماشي? معرض معنا. عشرة اهي عشرة صمتي. ماشي? انا كده كنت وصلت هنا لغاية. تزايد هنا ستة حشو تزايد ستة حشو تزايد وقادي كده عملت خمسة وقادي الغرزة السادسة هشيل العلامة واعمل الغرزة السادسة. وقادي كده اخر غرزة في السطر معي. تمام? وهشيل خلاص العلامات انا مش محتاجا لهم. خالص. بس بما اني بشتغل حلزوني مش هشتغل ببداية وانهاية. فهنحتاج بس نعلم اول غرزة في السطر. علشان ايه? علشان لما تيجي تقفلي فوق خالص تبق انتي قفلة مزبوط بالزبط. اول غرزة في السطر الغرزة الجاي. هشتغل ايه? هشتغل زي ما انتي حبت تعملي الشنطة. حبت تعمليها بغرزة حشو كلها. تمام? حبت تعمليها بغرزة نص عمود. تمام? انتي هتحددي دلوقتي. انتي حبت تعمليها بايه? عشان السطر ده هو بداية الشغل بتاع الشنطة. فانا بما اني عملها الشنطة دي بغرزة حشو. فهعمل دي بغرزة نص عمود. وهي اصلا الموديل الاساسي بنص عمود. لان الشنطة زي ما قلنا فك خالص من بعدها فلافي خالص. تمام? فانتي لو هتعملي حشو هتبتدي الدور ده بحشو. لكن انا هبتدي بنص عمود. طيب هشتغل ازاي? اول غرزة دي اهي. هعمل هنا نص عمود بس في اللفة الخلفية. انا عندي لفتين اهم. في لفتين اهم. سباني ما انا هعمل الاضاءة كويس. في لفتين اهم لأ انا هشتغل في اللفة الخلفية. السطر ده بس اللي هيبقى في اللفة الخلفية. تمام? هعمل غرزة نص عمود هنا في اللفة الخلفية. ودي هتبقى اول غرزة معي في السطر. واعلمها. باعلمها كل سطر بس لمجرد العلامة. ماشي اهو. كل غرزة غرزة نص عمود في اللفة الخلفية. اهو. نص عمود اهو سهل خالص. لو انتي هتعملي الشنطة بحشو هتعملي الدور بحشو مش بنص عمود. تمام? يعني لو انتي هتعملي الشنطة بحشو هتكملي بغرزة حشو. لكن انا هعملها بنص عمود. عشان انا عاملة واحدة تانية بحشو. انتي براحتك. اهو. هشتغل كل غرزة. هتقابلني. غرزة واحدة. نص عمود على الدور كله لغاية ماوصل لهنا. ونرجع مع بعض ان شاء الله. بصلت اهو يا بنات لنهاية الدور. ماشي. ماشي للعلامة بتاعتي. وبعمل مكانها بقى غرزة نص عمود عادي في اللفتين. اهو. نص عمود عادي في اللفتين. وبعلمها. وبعد كده الشنطة كلها هتبقى غرزة نص عمود في كل غرزة وبس. ولو تشتغلي. طول الشنطة اللي انتي عاوزها هي هتبقى في حدود من ستة وعشرين سبعة وعشرين سنطي تمانية وعشرين على حسب الطول اللي انتي حباها. ماشي. هتفضلي. تليفي. وتيجي هنا تشيل العلامة بس وتحطيها في نفس الغرزة وبس. نص عمود تحت. في اللفتين عادي خالص في كل الغرزة. لغاية طول الشنطة اللي انتي عاوزها. ما فيهاش اي شغل تاني خالص. خالص. حبة تدعمي القاعدة هتدعميها في اخر سطر في التزايدات. قبل السطر بتاع الباكلوب ده بتقصي بورو على قد القاعدة. وتزبطيه. وتخليه شوية. يعني مش بيتلزق دلوقتي بعد ما تطلعي كم سطر. ماشي. بس بتبقى في الخطوة خطوة البورو في الخطوة دي. لكن انا مش هدعمها ببورو. مش هحط لها بورو. تمام? فهنشتغل في كل غرزة. غرزة نص عمود لغاية طول الشنطة اللي انتي عاوزها. تمام? فهنركن بقى دلوقتي الشنطة دي. ونجيب اللي خلصونا بغرزة حشو. تمام? انا بشتغل من بكرتين. تمام? بنفس الابرة على فكرة. بس دي غرزة حشو. طيب. بعد ما بوصل لطول الشنطة اللي انا عاوزاه. ماشي. ده اخر سطر فيها. اخر سطر فيها. بعمل ايه? بجيب الحلقات سهلة الفتح. هواتني الشنطة كده اللي هو بالزبط يعني بتجيب من عند القاعدة من هنا كده. وتطلعي بالشنطة كده بالزبط تانية الناحية دي. وتتزبطي الناحية دي كده قدامها. تمام? اهي. علشان ارسل الغرز سهلة الحلقات سهلة الفتح. ايدي الحلقتين بتوعي? وبيجي على الحرف هنا. بسيب غرزتين اتنين بس. وافتح الحلقة. بسي الغرزتين دول هم. بيبقوا في النص كده. بافتح الحلقة. واركبها. من هنا. وخرجها من هنا. كده انا سبت جوه الحلقة هنا غرزتين بس اهو. وخرج كده. تمام? كده رجبت الحلقة بتاعتي سهلة الفتح. والناحية التانية هناك. بعمل نفس الموضوع ده. برضو بسيب الغرزتين اللي في الجنب اللي هم الكورنر. هم. واركب الحلقة. هنا اهي. خلها من هنا. واسيب الغرزة دي التانية وخرجها من هنا. زواني اعمل هنا. بعد ما بركب الحلقتين هم يا بنات ركبوا. هي دي الحلقة. وهي دي الحلقة التانية. ماشي? انت بتركبي بعدها البطانة والسستة. ماشي? البطانة بتركب وبتتخيط فين? ماشي? مش في مش في السطر اللي فيه العلامة. اللي الحلقة. لأ. بتركب بتتخيط تحت منها بسطر. هنا. بتتخيط في السطر اللي تحت منها بسطر. طبعا انا مش هركب معاكم البطانة للأسف لسبب لاني انا لما جيت طلبة الوردر من خدفوتة نسيت اطلب سستة. فللأسف ما عنديش سستة مقاس الشنطة لسه. يا اما لما انزل اشتري سستة يا اما اعمل اوردر واطلب فيه سستة. تمام? فاحنا هنركب البطانة بالسستة من تحتها هنا بسطر. يعني اهو احنا هنركبها من هنا. نخيط من هنا. طبعا بتدبسي بقى البطانة كده بالدبابيس. ماشي? وتخيطيها والسستة في قلبها وبس. بعد كده بعمل انا ايه? قبل ما بركب الايدين في الحلقة بعمل سطر سطر منزلقة فوق السطر ده. يعني خلاص اخر سطر اللي فيه اللي الحلقات بعمل سطر منزلقة غرزة منزلقة في كل غرزة. بحدد بس الشغل بتاعي احنا هي بس غرزة العلمة هي رخمة. انا ركبتها قبل سطر المنزلقة عشان يبقى تركيبها سهلة عشان انا عندي هنا الشنطة هنا بغرزة حشو. تمام? فانا هعمل سطر منزلقة. الغرزة اللي في تحتها الحلقة دي رخمة. بس هي دي بس الغرزة دي وخلاص. اهو بعد كده اهو منزلقة في كل غرزة هتقابلني. ورح راح ايديكي ما تضايقهاش عشان الغرز ما تديقش. انت بتعمل سطر منزلقة بس للنهاية بتاعت الشغل بس بس ايديكي. شايف ايدي مرياحة ازاي? ايديكي مرح راحة. علشان ما ما تعملش كده منك. ماشي? اهو. ريحي. ايديكي. شوفنا بقى ايديكي. كده دي الشنطة اللي بغرزة الحشو. هنشوف اللي بغرزة المسة عمود لما تخلص هصورها لكو برضو. هي الشنطة ما فيهاش اي حاجة. خالص. ونشوف طول الشنطة دي اصلا مع بعض كم سانتي? تمانية وعشرين سانتي طول. طولها تمانية وعشرين سانتي. تمام يا بنات? بعد ما بخلص سطر المنزلقة ده بقطع الخيط واخفيه. وبقى اركب بقى بطنطي زي ما قلتلكو. بالسستة. وبعد كده بعمل ايه? عشان الفيديو ما يطولش بس بسو. سطر المنزلقة هو زي ما قلنا بن ريح ايدينا علشان لو احنا شدين ايدينا هدوس لقى دي عملت كده. بعد كده بعمل ايه? بعد كده بركب الايد. الايد اهي. طبعا بعد ما بتخلصي سطر المنزلقة بتاعك وتقطعي الخيط. بتقومي. مركبها الايد. وبرضو الايد بتركب بعد البطانة. ماشي? اهو. ايدي الايد. بصوية الشنطة زي ما قلتلكو ينفى الشغل. انت بصراحة مش عارفة طلعش راح ايه? ماشي? اهي. لما بتتشال بقى بتقوم دي نزلل تحت كده شوية اهو. كده هو. تبقى كده. ما يبقى فيها تقلق يعني هي عشان فضي. طيب. بعد كده بعمل ايه? وهنا بعد ما خلاص خلصنا. هنركب بقى الشرشوبة فين? هنا. في الحلقة دي. الشرشوبة بتاعتها زريفة ازاي جميلة قوي. هنا. اهو. كده بنركب الشرشوبة ايه? اهي. طيب. عايزين نشوف ايه الفرق بين دي. انا خلصت التانية على فكرة. بصوا. اهي. ايه رأيكم? بصوا. دي. اله اه. هنا هو هنشوف الفرق بين اللي بغرزة الحشو. دي الحشو ودي النص عمود. نركب برضو اللي دي الحلقة الشرشوبة. عايز اقول لكم بقى الشنطة ما خدتش حاجة خالص 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 يا جماعة. بصوا بقى الجميل. اللي بخيط البرلنطة اخدت تلات بقرات اللي حاجة بسيطة. تلات بقرات اللي حاجة بسيطة. يعني تقريبا بخمسة وسبعين جنيه خيط. واللي بالمكرمية القط. ده باقي من النص كيلو. الحتة دي باقي من النص كيلو. يعني تقريبا هنقول اخدت ربعمية وخمسين جرام ربعمية واربعين جرام حاجة كده. دي باقي من النص كيلو. يعني هتجيب نص كيلو وانتي متطمن. تمام? اهي. البرلنة انا جايبايها من من بيجي سعيدي الشامي تمام معلش يا جماعة مش همنتج الحتة دي يا زيزو ندهت علي بس قولنا البرلنة من بيجي سعيدي الشامي الطقم الجلد والمكرامية القطن من جروب فاتفوتا اهو هنسبكوا بقى طبعا مع الصور شوفوها بقى الشنطة لما خلصت شكلها حلو جدا وقيمة جدا يا جماعة والله تحفة 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 هصورهم لكوا بقى صور كويسة بدل ما هم محططين كده والشنط خفيفة خالص 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 بصوة عن لين ازاي اشوفكم بقى على خير ويريت لو استفدتوا حاجة بسيطة سيبوا لي كومنت زريف واللي مش عامل اشتراك في القناة يعمل اشتراك واللي مش عامل لي لايك يعمل لي لايك اشوفكم على خير واي سؤال سبهولي في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك في القناة